هو نفسه يقرأ هو اللي كتب ايه لانه قبل تعيين حسام حسن بيوم كان اتحاد الكورة مطلع للرأي العام على الموقع الرسمي للاتحاد وقرر المجلس ادي قرارات المجلس وقرر المجلس الموافقة على تعيين محمد يوسف مدربا عاما للمنتخب الاول لحين ايه بقى اختيار مدير فني ايه اجنبي وتشغيل باقي الجهاز ده قرار لمجلس ادارة الاتحاد بالاحتكام الى المدرب الاجنبي وجاب المساعد بتاعه او المدرب العام اللي هيبع معاه الكابت محمد يوسف مطلعا بقناش اعنا هنا ليه جبت المساعد لا ازاي تجيب المساعد قبل ما تجيب المدير فني وهذا يعني انه ربما ما تقدرش تفرضه وده اللي حصل ده اللي خلينا يا جماعة نقول وهل القضية في مدرب للمنتخب يعني حسام حسن او فيتوريا او كوبر في جزء منها طبعا في جزء منها انت في النهاية يا جماعة المشكلة اللي عندنا مشكلة نظام كرة القدم احنا ما عندناش نظام ايه ويوم ما هنعترف ان احنا ما عندناش نظام ونبدأ نطور ونغير هنتحرك لكن طول ما احنا فاكرين ان المشكلة في الشخص تشيل اجنابي تجيب مصر وتماشي المصر وتجيب اجنابي وتصرف فلوس وتدفع دولارات وشرط جزائي ونفضل في الديلامة دية اللي داخلين فيها بقالنا عقود كتير هالحياة احنا شغالين فيها تغضب على الكابتن وحشة مشية تغضب على الكابتن الجاري ترجع وتفضل رايح جايب بين الاسماء ودلوقتي شغال اجنابي شوية ايهاب جلال يومين واسام البدري فترة لم ينجوا من هذا يعني اما انا الاوان ان احنا ندرك انه كرة القدم في مصر تحتاج اصلاح منظومة فورية تحتاج نسفة كامل للأفكار وللنظام ولو يتسع الصدرة باش مهندس نستعرض احنا ممكن نعمل ازاي قبل ما تستعرض انا حسألك سؤال يدعم وجهة نظرك المغرب مش الشهر المغربي في حالة صدمة من اداء ابهر العالم في كأس العالم واستحواز على كل البطولات والى منحنة موجعد جدا حتى بما فيه كأس العالم الاندية لاستضافها وخروج الوداد من المطش الاول امام الهلال النهاردة كل الناس كانت متوقع ايه متوقع ايه الركرك برا لكن اتحاد المغربي عمل ايه جدد الثقة جدد الثقة حتقولي تماما تماما ما كل ماشي بتقول فيتوريا برا ما بتقولش جدد الثقة لان المغرب مدركة ان المناخ والنظام ماشي صح هينجح وان الكابوة دي الكابوة دي هي عابرة مش طبيعية لا تعبر عن مكانة الكورة المغربية مؤلمة جدا لكن مش مزعجة بالنسبة لحسابات المستقبل احنا بقى ماذا نملك فيه تحليل عناصر قوة للمستقبل بتاعة الكورة المصرية انت جبت نموذج هفكرك بحاجة واحنا في المغرب في كاس العالم للاندية الاخيرة بنسأل انا والمهندس عدلي حد من الاصدقاء او قبل الاخيرة حد من الاصدقاء المغربة ايه المغرب عملية فجي لو تفتكر الاستاذ عب السلام اللي هو رئيس ربطة الاندية المغربية المحترف اه قبلنا ايوه وفاق ومنصف اليسجي قاعدوا الاخوة المغربة يشرحوا لنا ايه سبب اللي حصل عندهم وعلى فكرة احنا لازم ان نشوف التجارب الجادة اللي نشطت لانه لما تلاقي على مستوى الاندية الوداد فرض وجوده بقاله كم نهائي في دور الابطال نهضة بركان والرجاء والجيش الملكي مشبوعات في الكونفدرالية وغيرها لما تلاقيهم ياخدوا بطولة افريقيا ويروحوا لبطولة العالم في كرة القدم للسيدات وينفسوا اما تلاقي المنتخب الاول يلعب على المربع الزهب الكاس العالم اما تلاقي الكرة الشطائية عندهم وكرة الصلاة ابطال افريقيا اما تلاقي عندهم منتخب بالكامل من المحترفين في الخارج يعني عندك مسابقة محلية قوية جدا بتفرز اندية بتنافس في بطولات القارة وعندهم منتخبات في كل الاعمار السنية عافية جدا ايه اللي حصل؟ قالونا لو افكرك على فكرة وبطولة الشباب المتخب اللولمبي كسبوها اه نقولك رجال وسيدات قالك حصل نوع من النفير العام النفير الملكي بعد اعتقد 98 لما خرجوا والملك محمد السادس عمل ما يشبه جلسات العصف الزهني جاب عزيز بودربالة وجاب كل نجوم المغرب واساطيرها وقال لهم الملك نعمل ايه؟ فقالوا له يا جلالة الملك لابد من الصغار راح اطلق مشروع محمد السادس اكاديميات محمد السادس بدأ يجيب مدربين المغربة اللي عايشين في اوروبا اللي في اسبانيا واللي في فرنسا واللي في ايطاليا جاب عدد منهم اذا جايب مدرب مؤهل كويس وبدأ الدولة هي اللي تنشئ اكاديميات في الرباط وفي الدار البيضاء بدأ باتنين هنا واتنين هنا كل مهمتها ان هي تنزل الاقاليم والقرى بتاعت المغرب تنقب على الولاد الصغيرين الموهوبين وترعاهم في هذه الاكاديميات مدربين مؤهلين جدا يشرفوا على هذه العناصر الموهوبة وبعد كده يبدأ التصدير للخارج يتعاقد مع شركات تسويق اجنبية تيجي تشوف الولاد يطلع بره انا عايزة اوفينا موك اللحظة اه هو بيتعاقد مع شركات تسويق من خلال عمل ايفنتات يعني فيه ايفنت او تنظيمه سابقة اه اخر الشهر تعالوا شوفوه بيسموها كده سكاوتنج ايفنت هي معمولة عشان فرع السكاوتنج الاوروبية تيجي تتفرج على مطولات بيستدعي لها منتخبات ناشئين من مراحل سنية مدمجة يعني مش بيقول تحت سمانتاشر لا كل فرقة تجيبلي فرقة ماكسيمم يبقى تحت سبعتاشر مسلا عايزة جيب تلتاشر وتحطه مع خمستاشر ناقل مواهب اللي عندك وبعاتلي فرقة وحتبقى بطولة فيها فرقة سكاوتنج ليفر فول منشستر اونايتن الميلان الباريس عازم عازم عازمهم الفرقة دول طيب انت بدأت تهتم بالنشئية